إبو مدين رئيس منصة إغاثة علم ومعايير تتفضل دكتور شكرا لك أستاذة الفاضلة تحية طيبة لجميع بسم الله الرحمن الرحيم القائل في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين في صلاة الإسراء بالمسجد الأقصى المبارك وعلى أصحابه الكرام الفاتحين أبا بكر وعمر الفاتح للقدس وعثمان وعلي الكريم تحية مقدسية طيبة تحية الإسلام والسلام من منصة العمل الإنساني العلمي وأكاديمية العلم والمعرفة إلى كل المشاركين من كل الأقطار وعلى رأسهم أهلنا في القدس وغزة وكل فلسطين مرحبا بكم جميعا كل باسمه ولقبه ومقامه مرحبا بكل الأساتذة والدكاترة والبرلمانيين والقياديين في الوطن العربي الكبير مرحبا بكل من شرفنا هذا اللقاء من قارة إفريقيا شمالها وجنوبها الكبير من آسيا قدسها وخليجها الواسع من أوروبا غربها وشرقها أهلا بكم جميعا في الملتقى الدول الأول القدس والعمل الإنساني تحت الشعار هنا الإنسان يأتي هذا الملتقى أيها الكرام ونحن نشارف على نهاية عام حزين عام إذ طر فيه الناس كافة إلى توديع القريب والبعيد وفقدت فيه الأمة الإنسانية جمعاء عديد أفرادها من كل البلدان بسبب هذا الوباء لكن زاد في القلب الألم وضمه الحزن الكبير لما تواجهه القدس من معاناة لا تريد أن تنتهي ولقضيتنا المقدسة من الكثير من المصاعب والتحديات التي وجب الوقوف عليها ومجابهتها بكل الوسائل العلمية كانت والميدانية يأتي هذا الملتقى أيها الأفاضل أيها الفضليات والكثير من الأعمال والمبادرات الإنسانية التي توقفت بسبب ظروف الجائحة وزادت معاناة الناس وتأزمت في كل مكان به أزمة إنسان نتشارك معا أيها الكرام مع ثلة من الضكاترة والمختصين في فعاليات هذا الملتقى العلمي الذي سيحدثنا عن الإنسان من عدة جوانب في محاور مهمة نبين فيها جليا أهمية الإنسان وما هي الإنسان من جوانب ثلاثة وهي القدس تاريخ ودين نؤكد فيه على تاريخ القدس والمسجد الأقصى المبارك وأهميته للمسلمين المحور الثاني القدس معاناة إنسان نبين فيه أهمية موضوع الحماية في أي عمل إنساني ودوره في ملف القدس والمحور الأخير القدس إغاثة وعمل نذكر أنفسنا وإياكم بواقع الحياة في القدس ودور الأعمال الإنسانية هناك وسنختتم بإذن الله عز وجل ملتقانا بتوصيات مهمة نطلق من خلالها مبادرة أكاديمية علمية تبادلية بين العالم العربي والإسلامي والقدس إذن راجياً من المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم في هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعاً نعلن بإذن الله عز وجل الافتتاح الرسمي للملتقى على بركة الله شكراً لكم